مراحل متقدمة من الإنجاز قطعتها الأعمال الإنشائية بمصفات الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى جانب بدء برامج تحقيق الجاهزية التشغيلية مع تجاوز نسبة الإنجاز الكلي 96% ويجتمل المشروع على ثلاث حزم رئيسية الأولى وحدات المعالجة الرئيسية بالمصفاة والثانية المرافق والخدمات أما الحزمة الثالثة فتشتمل على ثلاث حزم فرعية وهي منشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز وخط أنبوب نقل النفط الخام من رأس مركز إلى مصفات الدقم كما تشتمل المصفات وهي مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية على عشر وحدات معالجة رئيسية قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي حيث تعد مصفات الدقم أول مصفات خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها وأكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيمويات وتقوم رؤية مصفات الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة في جميع أنحاء العالم الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلاً عن تعزيز المكانة التكريرية لسلطنة عمان لتتجاوز خمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفات الدقم التي تبلغ طاقتها مائتين وثلاثين ألف برميل يومياً وقدرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام وبلغت قيمة عقود توريد السلع والخدمات المحلية التي أسندت للشركات المحلية قرابة مليار وسبعمائة مليون دولار كما ساهم المشروع في تقديم العديد من الفرص التدريبية المقرونة بالتشغيل والتطوير على حد سواء علاوة على قيام شركة مصفات الدقم والصناعات البتروكيموية أوكيو ثمانية بتنفيذ العديد من برامج ومبادرات الاستثمار الاجتماعية ضمن محاورها المتمثلة في البيئة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والتعليم والصحة ويوفر المشروع فرصاً وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرصاً تنموية وتطويرية لمشاريع أخرى ترتبط بالمصفة إلى جانب أنها بمثابة خط الانطلاق لخط تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر